صباح الخير كيف كون شو الأخبار يا رب تكونوا بخير رح رح حكي عن خيوط الشد اسمحوا لي قد تستخدم او تقد تسمى الخيوط الذهبية مثلا للشد الوجه نوع من الخيوط الجراحية تقريبا تركيبها نفس تركيب الخيوط الجراحية اللي بتدوب مع مروا للوقت وفكرتها تقوم على انه الانسي جي لما يمر فيها هذا الخيط رح يكون حول تليوفات فيبروزز خفيفة ورفيعة حول منطقة الخيط تؤدي الى شد تحت الجلد واعادة النظارة والتخلص منها التجاعد استخداماتها تستخدم من الشد واعادة النظارة للوجه الخدين الوجنتين مناطق الجبهة رفع الحاجبين منطقة الوجنتين والرقبة الوقت لاجراء هذا الاجراء هو تقريبا 20 دقيقة النتيجة تظهر فورا يمكن ممارس الحياة الطبيعية بعد الشد مباشرة لا توجد جروح حادة او خياطة فقط عن طريق ابري مخصصة لهذا الاجراء منتصلة بخيط مصنوعة من مادة البولي غلايكوليك اسد مثلا او غيرها ببولي غالكتيك اسد في انواع صارت كثيرة وهي ذات امان عالي تدوب بشكل تدريجي بعد فترة اكيد لازم يكون كانوا اجراء جراحي من ناحية التعقيم يعني تعقم الوجه الرقبة على الحاجبين المنطقة اللي بدك تجري الاجراء عليها او طعم الاجراء عليها طبعا ممكن نحط لازم مفضل بالمجمل تحط مخدر موضعي مخدر موضعي ممكن يكون لنقطة الانسرشن فقط نقطة الدخول وقد يكون على مسارك لا اذا انت اذا انت شو اذا انت بدك تخفف البروزنج بعدها لانه بتحقن مع ادرينالين ابينافرين فهو بيخفف البروزنج لانه بيقبض الاوعية الدموية بالبوتوكس عادة انا في ناس بيقولوا انه بتخدر مثل البوتوكس والفيلر لا ما بنخدر مثل البوتوكس والفيلر بالبوتوكس لا يفضل ابدا متخدر بالفيلر اذا بدك تستخدم كانولة فبتعمل تخدير موضعي للمنطقة اللي بدك تدخل منها الكانولة عم نحكي عن الفيلر طبعا بعدين في الو اشكال كتيره الو طرق كتيره منها ابري متصل بخيط ممكن تكون كانولة تحتوي على الخيط بتعمل نقطة الدخول انسرشن بجيج مثلا 18 16 ما شابه ذلك بدك تمتبه للتناظر بالجهتين تستخدم لرفع اللي يشد الخدود الحواجب على الرقبة يعني هذه المنطقة والجولاين طبعا ولازم تحاول تعمل تناظر بالجهتين بعدين يتم شد الخيط الزائد التخلص من الخيط الزائد عن طريق القص ما بيترك ندبات عادة اهم الاسئلة اللي ممكن انه تجرى ما هي الاحتياطات اللي لازم بعد الاجراء عدم النوم اه تقريبا انا بفضل اسبوعين مش اسبوع لازم تنام على ظهرك هاي وضعية الجمال اه ما منفرق وجنا اه طبعا بشد يعني اه بشكل شديد لمدة اسبوعين اه طبعا ما في اعراض جانبية اه اذا في الم او لا بهذا الموضوع ما في الم اثناء الاجراء ممكن الم خفيف جدا لا يذكر الشخص ممكن يشعر بعده بالم خفيف كمان او شد اه لكن ما فيها الالام اللي تذكر اه هل ملامح الوجه تتغير اي ولاحظ الاخرون اي تغييرات عليه الا بالمجمل لازم يكون شغلك حذر اه ما بتتغير ملامح الوجه كليا ولكن تختفي التراهلات وبعض التجاعيد شو هو العمر المناسب لاستخدام الخيوط الجراحية لشد تجاعيد الوجه ليس السن هو الاساس بالتقييم وان مدى موجود التجاعيد وتراهلات فعلية ومدى شدتها واكيد جرح التجميل هو اللي بيقرر لك هذا الشي ما هي مدة المتابعة المطلوبة بعد الاجراء لا تستجب العملية اي متابعة محدودة وبالتالي يمكن اجراءات سافر او ترجع بعد فترة وممكن تعاود عملك هل يمكن اجراء شي تاني معه العادة بالمجمل نعم ممكن ولكن يتطلب الامور الامر احيانا انك تنتظر لتاخد نتائج متكاملة وعلى اساسها تشتغل بهذا الموضوع حي كانت فكرة عامة عن الخيوط الشد اعجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجلس